هذه هي الرسالة التي وجهها سكان قطاع غزة الذين لم يترك لهم الاحتلال الإسرائيلي منزلاً ولا أرضاً زراعية لكن ما دمرته آلة حرب الاحتلال قرر السكان هناك إعماره بأبسط الإمكانيات إنه نقدم شو بنقدر للناس أو لمراكز الإواء من بدور وأشتال نكون وزع عليهم صراحة إحنا إنه من شهر بعد ما الاحتلال انسحب من مدينة بيت لاهية قدرنا نفوت أراضينا تفاجعنا بكمية الدمار والخسائر الكبيرة منها ما تم تجريفة بالكامل ومنها خسائر اقتصادية في قطاعنا الزراعي وزي ما بنعرف أن مدينة بيت لاهية كانت تشتهر وما زالت تشتهر في محصول الفراولة اليوم انتهى هذا المحصول بسبب خسائر كبيرة القصف المتواصل على غزة والحصار الذي يحرم السكان من أبسط مقومات الحياة لم يثني أهالي القطاع عن غرس بدرة أمل يستأنفون بها حياتهم فالمزارعون في غزة قرروا العودة لعملهم على الرغم من انعدام المستلزمات الأساسية للزراعة من بذور ومعدات وأسمدة وحتى آبار مياه فغزة يموت سكانها عطشا فكيف الحال بنباتتها؟ غزة القابعة تحت حصار مطبق يحاول سكانها توفير غذائهم من أرضهم الخصبة من خلال الزراعة في محاولة لتحدي حصارين تسبب بتجويعهم لكنه لم يكسر إرادتهم والتشبث بالحياة فاتين يوسف ترد عربي